السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنبيكم معكم مسهي براجب النهاردة ان شاء الله سنسألتنا مع بعضين يا ولاد مراجعات شهر مارس والنهاردة معنا امتحات متوقعة مادية التربية الدينية الاسلامية آآ بذكركم الوقت بالنازل مراجعات لجميع المواد ومتحات متوقعة جميع المواد انتظرونا وافتحوا قائمة التشغيل الصفحة سيدس في القناة تلاقي مراجعات لجميع المادية مش بس الانجلش تمام يلا بنا نبدأ يا يا ولاد نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة متابعة لصفحة الفيس بوك مسهي براجب عشان سوركم ان شاء الله كل جديد عندنا الامتحان الاول اختوار الاول يا ولاد بيقول ايه هاسبلكم لينك مراجع اسفل الفيديو عوز بالله من الشيطان الرجيم باسم الرحمن الرحيم قال تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجه فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صلاة الله العظيم اختر ما قال مقصود بالفتح فيه الاية الاولى لو ستفتح يا ولاد قال لك فتح مكة فتح مكة اهو طيب من الذي يخاطب الله تعالى في الاية السابقة قال لك الله تعالى يخاطب مين طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طيب ثانيا الحديث الشريف اقرأ ثم يا جب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه عايزيني كامل يا ولاد المكتوب من ايه اكمل المحذوب من الحديث ها بينهم يتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم الا نزلت ايه عليهم ايه السكينة وغشياتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده طيب كتبنا المحذوب ما فضل المساجد الذي ورد بالحديث الشريف ايه فضل المساجد يا ولاد قال لك تتنزل فيها الرحمة تتنزل فيها الرحمة وتقام بها مجالس العلم ثانيا اجب عما يلي من الفروق ده علامة صحة من العبارة الصحيحة وعلامة خطأ من العبارة الغير صحيحة نتعلم من الصيام الإخلاص واستحضر ان الله تعالى يرانا فلا نعصيه نتعلم من الصيام الإخلاص واستحضر ان الله تعالى يرانا فلا نعصيه طبعا دي جابة صحيحة نقول عند دخول المسجد اللهم اني اسألك من فضلك من معجزات عيسى عليه السلام شفاء الأمراض بإذن الله اختل إجابة صحة ما بين القوسين شهد عبد الله بن مسعود نقطة الغزوات مع رسول صلى الله عليه وسلم جميع ولا معزم ولا بعض طبعا جميع الغزوات انضمت قبيلة نقطة إلى حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في صرح الحديبية قبلة أولاد الانضمت للرسول بني بكر ثقيف ولا خزاعة طبعا ايه قبيلة خزاعة من العبادات البدنية عبادات بدنية الذكر الصلاة اخلاص النية طبعا بدني بها يا أولاد صلاة من هو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقد بني بكر وبعض أفراد بني أو من كرش لصرح الحديبية بلا أخبر الرسول بكده يا أولاد قال لك عمر ابن سالم الخزاعي عمر أزن لصلاة الزهر فوق الكعب يوم فتح مكة قال لك بلال ابن رباح رضي الله وعنه رضي الله وعنه أول ما نقرأ الكرآن الكريم عند الكعب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله وعنه تمام الاختبار الثاني نقرأ الكرآنية نقرأ الكرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا فيكون طيرا بإذن الله وأبرؤ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صلى الله عليه وسلم ما معنى تدخرون وأبرؤوا تدخرون يا أولاد معناها تخبئون معناها تخبئون طيب أبرؤوا يعني أشفي بإذن الله أشفي بإذن الله طيب من الكوم الذين أرسل إليهم عيسى عليه السلام وفي أي شيء برعوا أرسل لمن يا أولاد إلى بني إسرائيل إلى بني إسرائيل كانوا برعين في أولاد بني إسرائيل قال لك برعوا في الطب سنة الحديثة الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم ماشى إلى بيته من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائد الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة طيب معنى تحط قال لك تامحوا خطيئة تامحوا خطيئة تامحوا إلى ما يرشدنا الحديث الشريف قال لك برشدنا إلى كثرة الخطة إلى المساجد لصلاة الجماعة لصلاة الجماعة سنين الفروع أجب عما يلي دع علامة صحة من العبارة الصحيحة وعلامة خطة من العبارة غير صحيحة توقفت كريش عن حرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة طبعا غلط اشتهر عبد الله بن مسعور قبل إسلامه بالأمانة صح أحب الأعمال لله تعالى الصلاة على وقتها صح اخت الإجابة الصحيحة ومعنى القوسين من الفراعد التي تتطلب الكدرة الجسدية والمادية الزكاة الحج والصيام عايزين كدرة جسدية ومادية طبعا ده يا أولاد الحج طبعا يتمنع الصائم عن المفتراط من آزان الفجر إلى آزان المغرب العصر العشاء طبعا إلى المغرب تبدأ الصلاة بي كراءة الفاتحة الركوع تجبرية الإحرام تبدأ بي أولاد تجبرية الإحرام أجب عن السؤالين نرأتي ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين عند فتح مكة عمل إيه بالمشركين يا أولاد طبعا أقال لي عفا عنهم الرسول عفا عنهم يا أولاد طيب لماذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن خلق أقرأ الكرآن ليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتحان التالت اكرأ الآيات 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 بسم الله الرحمن الرحيم قرأ تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك طبعا عايز أكمل ألم نشرح لك إيه صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدركوا العظيم اكتبنا للمحزوف اكمل معنى أنقر ظهرك يعني ايه أولاد أسقر ظهرك من المخاطب في الآية الكريمة وكيف رفع الله ذكره طبعا المخاطب مني أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الله ذكره بالنبوة ورفع الله ذكره بالنبوة وبأنه لا يذكر اسم الله تعالى إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نوع المد في قوليته على الذي أنقضه وما حكمه النوع هنا الجائز المنفصل الجائز المنفصل طيب حكمه حكمه يا أولاد يجوز مده أو تركه يجوز مده أو تركه وفي حالة وفي حالة مده يجوز مده حركة 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 المد قال لك أربعة أو خمس حركات الحديث الشاف في قرأسهم ما أجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا ولا أي أولاد ولا يجهل كفاين يمرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن يمرؤ شاتمه أو قاتل على حد شاتمك أو قاتلك يعني تخاني معاك تمام تقول له ألهم إني صائم تمام فلا يقول إني صائم طيب كذبنا المحزوف معنى لا يرفث قال لك لا يصرح بكلام قبيح لا يعني ما يشتمش لا يصرح بكلام قبيح ما زل نتعلم من الحديث الشريف نتعلم إيه منه يا أولاد قال لك التمسك بالأخلاق الطيبة مع الآخرين مع الآخرين وخصهم في وقت الصيام أجب عما يلي ضع علامة صح أم العبارة الصحيحة علامة خطأ أم العبارة غير صحيحة من أداب المسجد أرفع الصوت عند دكرات القرآن لا طبعا لات غلط نصل لدك عتي تحية المسجد عند دخول المسجد صح نتعلم أن الصلاة تنزم الوقت وترتب الأولويات صح يختل الإجابة الصحة ما بين الكوسين من معجزات عيسى عليه السلام تحول العصى إحياء الموت ولا ناقة الله طبعا يا أولاد إيه إحياء الموت كان عبد الله من مسعود رضي الله عنه نحيي للصاقين قوي البني ولا كسر المزاح طبعا كان نحيي للصاقين يوم فتح مكة صعد الرسول جبل ناة يدعو ربه ويحمله صعد جبل أولاد ثور ولا أحد ولا إصفة طبعا إيه إصفة اكتب أمام كل وصف مما يد المصرح المعبر عنه مرض يصيب الجلد ببيض ده البرس عبادة يشرت لأداءها الكدرة المالية والجسدية الحك عبادة نتعلم منها التحكم في رغبتنا وشهواتنا طبعا ده أولاد الصيام كل سنة وانت وإيه طيبين كده أولاد احنا النهار ده حلنا مع بعضنا ثلاث متحات متوقعة مات التربية الدينية الاسلامية للصف السادس انتظرونا كمان عندنا فيديو تانا برضو متحات متوقعة وبرضو مراجعة اعطيت امتحان بتاعت المتميز تنزل انشاء الله نزلها لكم ادعمونا بلايك وشير الفيديوهات اشراك في القناة واتبعوا لصفحة الفيس بيس بيك ومسهب راجب عشان نسالكم انشاء الله كل جديد بتنسلكم نجاح برورة تفريقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته